لكن خلينا نتكلم بشكل مفصل على مباراة الأخيرة أمام بالمراس البرازيلي ومباراة طبعاً بتلعب فريق كبير ما فيه شك رغم الغيابات لكن كمان النادي الآلي بيتفوق في رأي الشخص كان في اكتساح على مستوى الأداء على مستوى خلق الفرص خاصة في الشوت الثاني وممكن اللي يكون مزعلنا شوية أن المباراة كانت في الإمكان لو تفادينا بعض الأخطاء يعني ممكن نقول بنقصين كده سازجة شوية في عالم كرة القدم بكل تأكيد المباراة كانت في المتناول الظروف الفنية على أرض الميدان أثبتت وأوضحت أن الأهلي قادر أنه هو يحقق فوز على بالمراس الهدفين من أخطاء زي ما حضرتك قلت فعلاً بلغة الكرة يعني نعتبرها سازجة التشكيل يعني احنا عندنا لو حضرتك كابتناني دورت حتلاقي أن احنا عندنا كل المقاومات مع الناد الأهلي أنه هو يعمل الضغط العالي يعمل التحول من الدفاع للهجوم بشكل سريع عندنا كل الإمكانيات عندنا اللعيبة اللي تقدر تنقلنا بشكل كويس جداً ولكن الأفكار يعني أنا أعتقد في بداية المباراة مع الناد الأهلي أو بيتس المسلماني قد احترام زيادة عن اللزوم لفرقة بالمراس طبعاً أكيد لازم نحترم الخصم وفريق قوي وبكل تأكيد ولكن كان عندنا كل المقاومات إحنا لو قرين الخصم كويس جداً أقدر أغير الكرة سيتوويشنز مواقف يعني من خمس دقائق لخمس دقائق من دقيقة لدقيقة قد يتغير الأجواء فلا محتاج أن الكوتش يكون سريع في رد الفعل أنه هو إزاي دلوقتي أقدر أن أنا أشتغل مين اللي ينقلني أنا محتاج أن أنا وعلى فكرة ده اللي عمله يمكن الشوت شوية شوت تاني ونزل عناصر توقيت الأهداف كان صعب شوية صحيح توقيت الأهداف كان صعب شوية عشان كده يعني كلنا كنا في حالة من الاستغراب كما إحنا عندنا اللي نقلنا نزل لعبد القادر والشريف وكنا نتمنى أنهما يبدأوا اللقاء معروفة عن بالميراسة كابتن هاني قوتهم أو نقاط القوة بتاعتهم كانت فيه الفلانكس في الأجنحة بتاعتهم وبيقفلوا نص الملعب بشكل كويس جدا بالتالي أنا محتاج حد ينقلني لقدام التحول من الدفاع للهجوم أو النقلة ديت والسرعات ودي يعملها بشكل كبير جدا أحمد عبدالقادر مع شريف اللي بيتواجه للعب مهاجم وهم يقدر أنه هو يتحرك ويصل للمرمى بشكل أو آخر كنا محتاجينهم مع بداية ماتش وكأنه هنفرض شخصيتنا عليهم مع الضغط العالي أعتقد كان المباراة كانت تكون أفضل صحيح أخطاء سيد ديجا للأسف عدم تمركز صحيح أكيد إحنا بنتعلم من الأخطاء ديت وعندنا فرصة كبيرة جدا إن شاء الله في اللقاء القادم